عشان أضمن للبيت وجبات صحية خلال الأسبوع أول خطوة لازم أعملها هي التخطيط أكتب كل مهام الأسبوع وبعد كده أكتب جدول الوجبات حق الأسبوع وجنبه أكتب قائمة المشتريات بهذه الطريقة ما أشتري أي شي زيادة عن اللي موجود في اللستة وإذا أنتوا تستصعبوا هذه الخطوة في مفكرة الوجبات حتلاقوا أربع جداول جاهزة بقائمة المشتريات حقتها بالتفصيل وكمان في النسخة الإلكترونية في فيديو لكل وصفة أول شي أحب أسويه أني أغسل كل الورقيات اللي عنديه طبعا في أمريكا كتير من الورقيات تجي قيدها مغسلة فمرة يريح لكن إذا ما كانت مغسلة ضروري تتغسل وتتنشف تماما عشان تدوم معكم فترة أطول أي بروتين أشتريه أحب أني أنا أقسمه قبل ما أحطه في الفريزر بهذه الطريقة بس أخرج الكمية اللي أنا أحتاجها وخليها في التلاجة عشان يدوب منها التلج من الأشياء اللي تختصر علي وقت إني أجهز نص الوصفة اليوم اللي قبل زي هنا مثلا تبلت الدجاج هنا عندنا لحم مفروم أشتريت العلبة جاهزة فما كانت مقسمة بالكيميات اللي أنا حستخدمها فتقسموها في أكياس تدخل الفريزر وبعد كده تفردوها بهذا الشكل فيصير لما تحطوها في التلاجة ما تأخذ وقت مرة طويل عشان يدوب التلج من الأشياء اللي أسويها مرة في الأسبوع هي أني أفضل التلاجة من كل شي وأشوف أشياء الأشياء اللي منتهي صلاحيتها أشياء اللي لازم نستخدمها بسرعة قبل ما تخرب بعد كده أنظف التلاجة وأحط الأشياء بشكل مرتب وبس كده التلاجة صارت جاهزة للأسبوع وإن شاء الله الفيديو الجاي حيكون كل الوصفات اللي عملتها للأسبوع